السلام عليكم متابعي قناة توب تين عرب في حلقة جديدة كل من استعمل من خرائط جوجل وهو مهتم بالتقنية قد يكون مطلعا على وجود أماكن غريبة إما أن يخفيها البرنامج أو أن يظهرها دون تحفظ رغم ما قد تطرحه من تساؤلات وحتى هذه اللحظة هناك العشرات من الأماكن حول العالم لا تعرف حقيقتها ونتيجة لذلك انتشر التفسيرات متنوعة تحاول جعلها جزء من قصص تتنوع بين قصص الفضائيين والجمعيات السرية أو حتى محاولتها لسيطرة على العالم في حلقة اليوم سنشارككم معلومات حول خمس أماكن غامضة من حول العالم وجدت باستخدام برنامج خرائط جوجل قبل يتمام الحلقة ندعوكم الاشتراك في قناتنا إن كنتم زوارا جدد أما إن كنتم من متابعين الأعزاء فنشكركم على وفائكم ونعيدكم بمزيد من تمييز مستقبلا إن شاء الله فرجة ممتعة إن سبق وزرتم غرب دارفور بالسودان فقد تمرون بصف من الأشجار التي تخفي جزء من الأرض أحمر اللون مع خط من الأشجار يفصل الشكل إلى نصفين بتوجدكم على الأرض قد يبدو ما تبصرونه واحة وسط أرض قاحلة فقط لكن إن غيرتم مكان وقوفكم وانتقلتم لأعلى نقطة ممكنة فقد تلاحظون الشكل الشبيه بالشفاه من اكتشف الأمر يتنوعون بين مستغرب غير آبه ومتخذ الأمر خدعة وجود شكل شفاه ضخم على الكوكب سمح للكثيرين بالسخرية من الأمر مع ظهور نظريات أقل ما يقال عنها أنها تعبر عن الخيار الخاص بأصحابها ومنها على سبيل المثال التي تعتبر نشفتين ضخمتين الحجم إن فتحتا سيبدو من تحتهما ثقب أسود قادر على ابتلاع الكوكب كله لا نخفيكم أننا نحيس أثناء النظر لصور المنطقة وكاننا ضحايا لمزحة يشارك فيها العالم كله فشكل الشفاه الضخم متقون جيدا بانحناء مناسبة في الأطراف الأربعة مع انتفاخ في المنطقة الوسطى ولعله كان الإحساس ذاته الذي شعر به أول من اكتشفها البحثون من جهتهم صرحوا أنهم لم يجدوا أدلة تفيد بأن الشكل الغامض تدخل الإنسان لصناعته وهو ما قد يسعد المؤمنين بالتصورات القائمة على اعتبار الكوكب أما للحياة فإن كان كوكبنا أما فربما هذه شفاهها عوض الدخول في نقاشات عميقة جديدة حول الأرض وإمكانية كونها أما للحياة وما يمكن أن يشهده الموضوع من فرضيات جديدة سرعا ما ستربط بالفضائيين أو إحدى القصص الخيالية الأخرى فمن جهتنا نفضل أن نترك الموضوع للعلماء لإغلاقه بالأدلة والمرهين لكننا في الوقت ذاته لا نخفي أننا أيضا منبهرون بهذا الشكل الغامض في المرتبة الرابعة الغرف المحصنة للصينتولوجيين ميسو كوير فانيتا موقع يصفه البعض بأنه المكان الذي سيختبئ فيه زعاماء كنيسة الصينتولوجيا إن حدث مكره لكوكبنا ولمن لا يعرف الصينتولوجيين فهم أولئك الذين نعتقد أنهم يستهقون أن يضعوا رفقة المؤمنين بقصص تعرض كوكبنا لاحتلال سري من طرف فضائيين شبيهين بالزواحف في مستشفى للأمراض العقلية وقد بنيت ديانتهم الوضعية على مفهوم الكائن الكوني الذي يعتقد بوجود حياة كونية تتواصل مع البشر لتحسين حياتهم والقضاء على الفقر والأوجاع التي يعيشونها وقد أنشأ الكنيسة كاتب الخيال العلمي الأمريكي رون هوبارد الذي عاش في الفترة الممتدة بين عام 1911 و1986 بعدما فشل ككاتب وقرر تحويل أفكاره إلى معتقد جديد سرعان ما وجد له تابعين كثر مستعدين لإعطائه الكثير من الأموال التي نعتقد أن قدرا منها ساهم في بناء الغرف المحصنة في نيو ميكسيكو المنطقة التي يعتقد احتواؤها على غرف توجد فيها حلقتان ضخمتان الحجم مع جوهرتين تتوسط كل واحدة منهما جوهر لامعة مشكلة رمزا أشار الكاتب جون سويني إلى أنه رمز تعتمده كثيرا الكنيسة وسبب استخدام هذا الشعار إضافة إلى الشعارات المشاهبهة رغبتها إظهار الطريق الذي يجب سلكه من طرف تابعي الكنيسة من أجل النجاة من ضمار الكوكب المشكلة ليست فقط في متقدهم بل حتى الطريق التي يعتقدونها مناسب للهرب فرغم أنهم يعتقدون أن الأرض ستدمر إلا أنهم يعتقدون أن غرفا محصنة مبنية في الكوكب ذاته كافية لإنقاذهم عهد التفكير في بناء مركب فضائية مثلا كبيرة كافية لإنقاذ أكبر عدد منهم إن كانت المنطقة حقا تحتضر غرفا محصنة خاصة بأتباع الكنيسة فمن الغريب أنها ليست سرية لكن مواقف الكنيسة وتصرفات القائمين عليها تجعلنا نشك في قدرتهم على القيام بأفعال صحيحة رغم أن الكثير من المشاهير ينتمون إليها كالمماثلين الأمريكيين توم كروز وجون ترافولتا ورغم كل ما تمتلكه من مهل وعلى أي حال فمجموعة أنونيموس سبق لها أن هاجمت الكنيسة ونشرت بعضا من وثائقها ولعلهم ينفذون هجوما آخر مستقبلا خاصة أن تصرفات هذه الكنيسة لا تبشر بالخير وربما هو ما جعل دولا كثيرة تمنع تأسيس فروعا لها على أراضيها في المرتبة الثالثة مثلث أستراليا الغامض فرح البحثون في شؤون الفضائيين بمجرد توصولهم بخبر وجود مثلث غريب في صحراء أستراليا والذي يبدو كأن ثلاث أضواء تزين زواياها الثلاث مع وجود أضواء أخرى تمتد منها نحو المركز ولأن البحثين في شؤون الفضائيين يسرعون في تفسير أي شيء تقريبا على أن للفضائيين دور فيه فلم يفوتوا الفرصة هذه المرة كذلك ومع أن الشكل غريب حقا وحتى نحن نجده غير اعتيادي إلا أن عكس محبي الفضائيين حاولنا البحث لاكتشاف حقيقته معتمدين على ما استطعنا جمعه من معلومات وما وصلنا إليه كان مخالفا تماما لتوقعاتنا فالمثالثة الغامض عبارة عن محطة لدراسة الرياح تعمل عن بعد وهو ما وضحه متخصص بقولهم أن الحساسات المسؤولة عن جمع المعلومات متواجدة في الزوايا الثلاث فيما تمتد منها إلى المركز أسلاك لنقل المعلومات المحصل عليها حيث يتواجد صحن كبير الحجم تتجلى مهمته في إرسال المعلومات للمراكز المختصة لتحليلها واستعمالها محبوا البحث عن الفضائيين يمتلكون طاقة غير اعتيادية يستغلونها للدفاع عن تفسيرات غير منطقية ولو أنهم استغلوها في البحث لا ارتاحوا وأراحوا في المرتبة الثانية نجمة كازاخستان الخماسية عندما أظهرت صور ملتقطة بواسطة آلات تصوير برنامج خرائط جوجل وجود نجمة خماسية في كازاخستان أصر الكثير من السكان على أن للأمر علاقة بعبدة الشيطان وأعمال الشعودة الذين اشتهروا باتخاذها علامة لهما رغم أن هناك دراسات رابطت النجمة بالأنوثة هذا قبل أن تتدخل الكنيسة التي غيرت تفسيرات الكثير من الرموز عبر التاريخ رمز النجمة ارتبط عبر العصور بأمور كثيرة غير أنه في القرون الأخيرة ارتبط بعبدة الشيطان لدرجة أن كل من يحمل معه رمزا مشابها يكون هذا الاهتمام من أول ما يلصق به غير أن ظهوره في دولة كازاخستان أمر غريب فالدولة قليلة السكان ولا تمتلك بنيات تحتية مهمة أقرب مدينة من موقع النجمة ليسا كوفاسك تبعد أقل من 20 كيلومترا وقد أصبح سكانها مذمومين من طرف الكثير من سكان البلد بعد اعتبارهم غير مستحقي للثقة نظرا لقربهم من النجمة أرض كازاخستان شهدت بناء واندثار حضارات كثيرة كل منها وما خلفته بعد رحيلها أما عن الدائرة التي تحتوي على النجمة فقطرها يبلغ 3.6 كيلومترا وتتواجد قرب بحيرة واسعة أما عن حقيقتها فهي عبارة عن متنزه بناه السكان المحليون منذ فترة قبل التخلي عنه في المرتبة الأولى والأخيرة الجزيرة الرملية سنة 2012 اكتشف مستخدمو خرائط جوبل ظهور جزيرة مجهولة لا توجد على أي خارطة أخرى سرعان ما أطلق عليها اسم الجزيرة الرملية وتوجد قرب جزيرة كاليدونيا الجديدة الخاضعة حتى يومن هذا للاحتلال الفرنسي في المحيط الهادي على مقرب من سواحل أستراليا بعد انتشار خبر الجزيرة الجديدة قررت مجموعة من البحيثين زيارتها فملأوا قواربهم بأدواتهم ثم اتجهوا للموقع المحدد أما عما وجدوه فور وصولهم فلا شيء لم يجدوا شيئا حتى الجزيرة اختفت وكأنها لم تكن موجودة يوما وكمحاولة لتفسير محدث زعم فريق أن الأمر يتعلق بمدينة أطلانتيس التي عادت للظهور ثم الاختفاء بسرعة فيما اعتمد فريق آخر التفسير الاعتيادي ألا وهو الفضائيين أما التفسيرات القابلة للتصديق فتروحت بين اعتبار الأمر مجرد خطأ ارتكبه أحد موظفي شركة جوجل أثناء جمعه المعلومات لتكوين الصور الجديدة وبين اعتبار الأمر نتيجة لفقاعات مائية بسبب البراكين الموجودة تحت سطح البحر والتي ظهرت على شكل جزيرة لفترة من الوقت قبل اختفائها ماذا عنكم؟ هل سبق لكم وشاهدتم شيئا غريبا أثناء استخدامكم خرائط جوجل؟ كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم نأمل أنها نالت إعجابكم يمكنكم التفاعل معنا عبر مشاركتنا أجوبتكم آراءكم واقتراحتكم المختلفة في أسفل التعليقات ولا تنسوا تسجيل إعجابكم تفعيل خاصية الإشعارات بالضغط على الزر الذي يظهر قرب زر المتابعة والالتحاق بقناتنا للمزيد من الفيديوهات المنوعة إلى اللقاء